بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم فضربنا على آذانهم في الكافسين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نباءهم بالحق إنهم فتيذ آمنوا بربهم وزدناهم هدى ورابطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السمامات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فابوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهي لكم من أمركم من الفقاب وترى الشمس إذا طلعت تذابر عن كافهم زاد اليمين وإذا غربت تقرضهم زاد الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يغذل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم زاد اليمين وزاد الشمال وكلبهم باسط زراعيه بالوسيد لبطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم لذا ساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم ببرقكم هذه إلى المدينة فلينذر أيها اسكا طعاما فلياتكم برق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إن لهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعشرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق أن بعد الله حق وأن سعد لا ريب فيها إذ يتناذعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخلن عليهم مسجدا سيقولون سلاسة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعتهم وسامنهم كلبهم قل ربي أعلموا بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غضا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيد وقل عسى أن يهدي لربي ليقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم سلاس مئة سنين وزادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السمامات والأرض أبصر به وأسمع مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حقه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا موذل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا عشي يريدون وجهه ولا تعدوينك عنهم تريد زينة الحياة للدنيا ولا تدع من أغفلنا قلبه وانذكرنا ذات باعها ماهو وكان أمره فورطا وقل الحق من ربكم فمن شاف الجؤمن ومن شاف الجفر إنا أعتذر الظالمين نارا أحاط بهم سرادقها فإن يستغيثوا يغاسوا بما إنك المهل يشوي الوجوه بالسجراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات إنا لا نضيع وجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من سابر من ذهب من ذهب ويلبسون سيابا خضرا من سندس وإستبرق وإستبرق المتكين فيها على الأرائك نعم السباب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زالعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر فقال لساحبه وهو يحابيره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا فما أظن السعد قاعمة ولئرددت إلى ربي لا جدا خيرا منها منقلبا قال له ساحبه وهو يحابيره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سلاك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يطيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا جلقا أو يسبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأسمح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له في يد ينسرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير سبابا وخير وقبا تضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزل الله من السماء فاختلت به نباد الأرض فأصبح هشيما تزلوه اللياح فكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك سبابا وخير أملا ويوما سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وضع الكتاب فطرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ميلتنا ما لهذا الكتاب لا يوادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ومجدوا ما عملوا حاضرا ولا يجلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففساقا عن أمر ربي أفدت تخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بسر الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عضدا ويوم يقولنا ذو شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مباقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولا قد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل ما سل وكان الإنسان وكر شيء جدلا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين وياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادر الذين كفروا بالباطل ليدحذوا به الهق واتخذوا آيات وما أنذروا هدوها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم بقرا وإن تدعوه من الهدى فلإن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو ياخدهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع المحرين أو أمري حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر ساربا فلما جاب ذا قال لفتاه آذنا غذاءنا لقد لقنا من سفلنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أبينا إلى السخرد فإني نسيت الحوت فما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرطد على آسالهما قصصا ففجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه ملتنا علما قال له موسى هل لتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابلا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسلني أن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جيت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما لسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي أغلما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جيد شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عدرا فانطلقا حتى إذا أتجا أهل قرية استطعما أهلها فابوا أن يضيفوهما فضجذا فيها جدارا يريد أن ينقض فاقاما قال لو شيء لن تخص عليه أدرا قال هذا فراق بيني وبينك سنبك بتأفير ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكان لمساكين يعملون في البحر فاردت أن نعيبها فكان ضراءهم ملك يأخذ كل سفينة غسبا وأما الغلام فكان أبباه مؤمنين فخاشينا أن يرهقهما تغيالا وكفرا فاردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب الرحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أراد ربك أن يبلغ آشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فما فعلته عن أمر ذلك تابيل ما لم تستح عليه صبرا ويسألونك عن ذلقرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأطبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس ولدها تغرب في عين حمية ولد عندها قوما قلنا لعد القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوفا نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أطبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلوع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد آحتنا بما لديه خبرا ثم أطبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما أجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم نسدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رزما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساب بين الصدفين قال ننفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استاعوا أن يظهروه وما استطعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله ذكا وكان بعد ربي حقا وطلقنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعهم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفاحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نذلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فعبدت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آجاتي ورسلي خزوا إن الذين آمنوا وعملوا صالحاتي كانت لهم جنات الفردوس نزلا والذين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنشر كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقى ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة